اهلا وسهلا بكل متابعين الكرام. يا رب تكونوا بالف خير. ما زالت بيتجيني لحد النهاردة اسئلة كتير عن الكيك ومشاكله. انا جاي النهاردة وجايبها لكم الخلاصة. بما اني عملت الكيك ده يا جماعة بعدد شعر الراس يعني. فبقيت فهم الكيك كويس. فنركز كده مع بعض في التفاصيل والمقادير. علشان اه تحصلي على نتيجة مرضية في الكيك. هتعتمدوها ان شاء الله في كل وصفات الكيك. المقادير هتلاقوها مكتوبة داخل الفيديو لو حابين تاخدوها سكرين. تعالوا مع بعض كده نشوف اه اه المقادير بتاعتنا خمس بيضات معي علبتين من الزبادي. كباية ونص سمنة على زيت. كبايتين من السكر. الدقيق طبعا مبدئيا تلات كبايات من الدقيق. لكن انا بحب طبعا ما مضيفش كمية دي كلها. بحب ان انا حط ايه تدريجيا. في الاول خالص معانا طبعا فانيليا سيلة على بودر. اللي هي دريم بتبقى حلوة جدا. حطيت اللي هي باكوا من البودر وحطيت شوية من السيلة. تمام? وبعد كده بقى هنبدأ نضرب الخمس بيضات مع كبايتين من السكر والفانيليا. هنخفقكم مع بعض تمام? بالنسبة للزبادي. لو عندك زبادي بلدي زي اللي انت شايفها معي دلوقتي. تمام. الامور تمام. مش عندك زبادي بلدي. يبقى كبايتين من الزبادي اللي هو الصغير اللي بتكون الصغيرة. تمام? آآ هبدأ اضرب الزبادي مع السكر والبيض. يا جماعة هنا عايز اقول لكم مفيش حاجة اسمها بقى ايه? انا حطيت الزبادي الاول مع البيض بعد البيض لا احط السمنة لا احط الزيت. اللي يجو قدامك حطيه. اهم حاجة في نجاح الكيك هقولك انا ايه هي الحاجات اللي تنجح معاك الكيك وايه هي الحاجات اللي تهبطوا. آآ ضربت كده السمنة طبعا انا حطى نص كباية سمنة وكباية من الزيت. حابة تعمليها بزيت صافي مفيش مشكلة بتطلع هشة وجميلة وحلوة جدا. لكن انا هنا حبيت آآ طعامها شوية فضفت لها نص كباية من السمنة البلدي حطيت كباية ونص. حلو الكلام? وحطينا كبايتين من السكر وخمس بضات والفانيليا. وعلبتين من الزبادي. نيجي بقى لدي ايه? ده هي الكباية اللي انا بستخدمها في المعيار. اللي هي الكباية اللي هي كانت زمان تاعت الجبنة الكريم اللي هي بريزيدان والحاجات دي. وبرضو هي كباية العصير. ينفع في مجد. ينفع كوب معياري زي ما تحبي اشتغلي. بالنسبة للد ايه? الد ايه ما ينفعش ان انت تجبسيه. يعني تمسك الكباية بقى وتقعودي تتك عليها وتضغطيها. علشان آآ تمليها. لأ الكباية بتبقى هوية. بتملي بالمعلقة. وبتكون هوية زي ما انت شايفة. هبدأ احط اول كباية. حلو الكلام. وهبدأ بعد كده ادي الكباية التانية. قبل ما بحطها بعمل حركة حلوة. علشان اخلي كل حاجة تمتازج مع بعضها. قبل ما بنحط الكباية التانية. ببدأ اجيب الكيك شيف والكيك شيف من الحاجات اللي بتخلي الكيكة معايك هشة وخفيفة وحلوة جدا. وابدأ كده اضيف الكيك شيف. وينفع كمان ان احنا على كباية دي ايه كده تقلب معا الكيك شيف. لكن انا هنا حبيت اقلبها كده ايه? وهي في الطبقة. حطيت الكيك شيف وحطيت عليه شوية دي ايه? وبدأت كده اقلبهم قبل ما قبل ما قلبهم فين? في البيض. مش هتغير خوة لان انا كنت همسح دلوقتي بس كلنا بنغلط يعني عادي. آآ هبدأ كده يا حلوين هنبدأ كده نقلب البيض مع الدقيق ولازم تقلب في اتجاه واحد. يعني مينفعش تقلب يمين. وبعد كده تروح يمقلبها شمال. لا بصي الاتجاه في اتجاه واحد. ييمين يمين او زي ما انتو شايفة كده. اتجاه واحد مفيش غيره. حلو الكلام اهم حاجة ان احنا نفك الدقيق ما يبقاش متكتل مع البيض. تمام? احنا هنا حطينا آآ كبيتين من الدقيق. بمجرد ما بتدوه بهم بتبداي تنزلي بالكباية التالتة برضو تدرجيا. لربما البيض بتاعك يكون مسلا بيت صغير فآآ تكون مسلا ايه الكيكة تتقل منك. فانتي الكباية التالتة دي لو انتي عاملة المقدار اللي بقولك عليه تبداي حبة بحبة. طيب انا عايزة عملك صانية صغيرة واجرب منك ازا كان مقاديرك مزبوطة يا محمزة ولا مش مزبوطة. هتعملي ايه? اقول لك يا ستي تلت بدات. كباية من السكر. آآ كباية اللي ربع من الزيت او زيت على سمنة. حلو الكلام. بالنسبة للدي ايه? دي هتاغط كباية وربع لكباية ونص. تحطي تدرجيا برضو زي ما قلتلك. واحدة كيكشيف ورشة ملح بسيطة او الفانيليا. تمام? علبة زبادي او علبة ونص من الزبادي. حلو الكلام. هي علبة زبادي انا بحطها بتثبت معي المقدار. يبقى تاني نقول تلت بدات وكباية سكر. كباية اللي ربع من السمنة على زيت او زيت بس. حلو الكلام. ادي ايه من كباية وربع لكباية ونص الزبادي. كباية من الزبادي. والفانيليا طبعا على حسب الرغبة. حابة تضيف حابة تخلي صغيرين نص معلقة ومعلقة ما فيش اي مشكلة. تمام يا ست الكل? تمام. قبل بقى ما تجايزي انا هنا اخدت معي تلت كبيات من الدقيق وضفت معلقتين تاني من الدقيق. حلو الكلام حلو الكلام. ليه يا محمزة? لان البيض عندي كان كبير. تمام? فطبعا اه خد معي دقيق اكتر. لكن هي كده قوامها بيكون بالشكل ده. بحيس ان انت ترفعي الخليط بتاعك ويبدأت ينزل. يعمل زي موجة وتختفي يعني ما تختفيش بسرعة قوي. لا بتاخد حاجة بسيطة وتختفي. حسيت هنا ان هي محتاجة دقيق زي ما قلتلكم. خدت التلت كبيات وخدت معلقة الاول ودي المعلقة التانية. تمام كده? واحتمال كمان تكون خدت التالتة معايا. يعني على حسب القوام بتاعك. وعلى حسب البيض بتاعك. البيض لو كبير او اه او صغير. فانت دي ايه بتخليه جنبك? واهم حاجة ان هي تتضبط معاك بالشكل ده. الخطوة التانية ان احنا بنتهن جوانب الصينية. لازم تتهني جوانب الصينية كلها من فوق لتحت. ما ينفعش تعملي تحت وتسيب الجوانب. لا الجوانب كلها حضرتك بتتبطن بالزيت وتبدأت بطنيها بدي ايه? لو قللتي المادة الدهنية دهنتي النص من تحت وما دهنتيش لغاية فوق. على الاخر كده هتبص تلاقي الصينية جنب واطي وجنب ايه? وجنب عالي. شايفين? انسيابية جدا بتنزل معاك بكل سهولة. العجنة بتبقاش تقيلة. لو تقيلة هتلاقيها فرولت منك والكيك هتطلع تخينة كده ومش هتبقى هشة. هتطلع معاك حلوة بس تبقى تخينة عجنتها تبقى تخينة شوية. تمام? فآآ العجنة بتاعتنا بتبقى عاملة زي عجنت البانكيك. وهبدأ كده اجيب آآ استيك او اللي هي الخلة بتاعت الشيش طوق او دي كانت خلت سنان. تمام? بدأت كده عملت التموجات اللي انتو شايفينها كده. بحيس ان لو فيه اي هوى او فراغات من جوه هتبدأ تخرج. وده اللي داني الشكل ان هي طلعة كلها ارتفاع واحد. يعني فوق آآ اليمين زي الشمال زي الجنب ده زي الجنب ده. كلها متساوية. حلو الكلام? طيب آآ السكر بتاعك لازم يكون سكر ابيض ناعم. سكر فاتح. علشان يديك نتيجة حلوة في الكيك. برضو الفرن. الفرن تشغلي الكيك. اول ما تبدأ تشتغلي في في الكيك. آآ تبدأ تشغلي الفرن. درجة حرارة كام? درجة الحرارة بتختلف من فرن التاني. آآ يعني انا عندي على مية مية وسبعين. في ناس الفرن بتاعها بيبقى على مية وتمانين. في الغالب بتكون مية وتمانين. وعلى الشبكة اللي في النص. بس لو قدرت اتخليها على مية وسبعين هيبقى حلو. يعني درجة الحرارة مية وسبعين حلوة جدا. طلع لك الكيك زي ما انت شايفة كده ممتاز. تمام? آآ عندك مروحة انا ما بشغلش المروحة. لو عندك مروحة في الفرن انا مشغلش المروحة. هو الفرن من تحت بس ولا شواية ولا اي حاجة. هو من تحته بتحطي الكيك بتاعك آآ في النص كده يعني ترفع الراف بتاعك درجة كده بحيس انه يبقى في النص تمام? يعني آآ الراف اللي من تحت تسيبي اللي بعده وتحطي في آآ تاني واحدة تمام? فهي دي بتطلع لك بقى الكيكة مزبوطة وهشة وخفيفة وهتبقى خالعة من تحت كمان انت هتسيبي الكيك طبعا لازم نسيبي الكيك يبرد ما ينفعش ان انت يعني تفتحي الفرن وتبصي عليها بعد قد ايه بعد مش اقل من خمسة وعشرين دقيقة ما ينفعش ان نفتح الفرن قبل خمسة وعشرين دقيقة هتهبط منك يعني بعد خمسة وعشرين دقيقة تبص عليها تحط خلة السنان زي اللي انت شفتها معايا او آآ السكينة وتشوفيها طلعت معاك فيها عاجين تسيبيها شوية طلعت معاك مستوية هتبدأي كده آآ تسيبيها خمس دقائق كمان وتطفي الفرن وتسيبيها جوه الفرن ما ينفعش نتي اول ما تستوي خلاص بقى طلعها برا الفرن هتهبط منك برضو هتاخد الهوى بتاع آآ المكان وهتهبط منك فتسيبيها في الفرن خمس دقائق وعشر دقائق وتبداي تخرجيها تغطيها بفوطة ومن فوق الفوطة كده آآ بلاستيك او اي حاجة وتبدأ تهدى معاك تبدأي تقطعيها وتبدأي زي ما انت شايفة كده تقدميها كانت بسم الله ما شاء الله جميلة جدا شكل ولون وطعم من غير زفارة ولا اي حاجة وبشهادة الشهود وتهيلي كده انا يعني انا عارفة ان انا طولت الفيديو لكن طبعا حبيت اقول لك كل التفاصيل بتاعة الكيك آآ طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ولو انا فتك بمعلومة في الكيك اعملي المقادير دي واعملي مقادير آآ صانية صغيرة زي ما قلتلك يلا بقى لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اللايك جميل اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة